طيب احكولي بقى عن احنا راحين بطولة العالم في البرتغال محققين فيها منتخب مصري الكاراتية جماعة محقق المركز الاول اكيد تحديات شفتوها صعوبات والموضوع اكيد مجاش من يوم وليلة كان سواء انتوا على مستوى اللعيبة كان فيه تدريب وكان فيه جهد وكان فيه تعب او على مستوى الاتحاد كلموني بقى شوية ازاي منتخب مصري وصل المركز الاول احنا بنستعد بطولة دي بقى انه سنة يعتبر من 28-23 واحنا شغالين بنتمرن عليها سواء بنتمرن لوحدنا او سواء منتخب المنتخب طبعا بيدعمنا جدا بدينا كامل الصلاحيات على طول بيدينا بيعملنا معسكرات يعني كأهل معسكر فيهم كان عشرة ايام بنسافرهم طول اليوم تمامين بتبتدي من تمامين من خمسة ونص الصبح بنخلص مثلا عشرة بالليل بيقفوا معنا جدا في كل التمرين بيشجعونا في كل حاجة وسواء كانوا المدربين الإداريين حتى الإداريين معنا في المنتخب اكتر حد بيقف معنا سواء في الوجبات والتعامل بيسهلها علينا جدا بيشوف كل واحد ايه الموجبة اللي هو عايز يكلها بحيث انه يخلص أكله ويجيبها له المدربين نفس الحكاية بيساعدونا جدا لو حد بس عايز حاجة يعلي نفسه فيها او كده بيعملوا تمامينة برايفيت لوحده في المنتخب دي كله طبعا رئيس الاتحاد بيدعمنا استاذ رامل مكاوي وفيه ما فوق طبعا الوزير أشرف صبحي طبعا بيكلمنا دايما حتى في البطولة وفي المحسكرات كان بيكلمنا بيوعد يشجعنا يقول انا انا واسك فيه كون انتو هتجيبه اول حاجات من دي كتير يعني طبعا كنت على الملعب كنت بالعب الفاينال طبعا استاذ رامي جاله تلفهم لمساعدة الوزير تمام قال له انا عايز اشوف الابطال دولا كنا بنلعب نهائي كنا بنلعب في السيمي فاينال تمام كنتم ملتبينة وتسليم كنا بنلعب ابو ميكس كنا بنلتبينه اول تمام فقال انا عايز اشوف الابطال الوزير وانا وانا ح launched السليم للوزير فقال انا احروف تسليمه فروق ان شاء الله انا احروف يوم 28 ان شاء الله 독لان 2 انا ان شاء الله عندها تكليم مع سيدة الوزير اكيد انتو آف وقت المسابعة مرتبلى تبنا حضان طعف وممكن تكونون حاسيتون انتو هآ فهínوا مشND انتو بجمومون لا أنا مش هقدر أحصل على البطولة مش هقدر أكون في المركز الأول وفي أوقات تانية كان فيه دعم كبير لكم كان دبي أويكم وصفي لي شعوركم وإحساسكم في فترة دي ده حقيقة حصل معي أنا كألاء شخصيا على الملعب يعني إحنا في مسابقة الكميتيج جماعي إحنا بنبقى أربع بنات أنا وكابتن يورا نبيل كابتن منتخب مصر وكابتن ألاء عماد وكابتن فاطمة ساعتها الوزير برضو كلمنا وقاعد يشجعنا في الحوار ده وبعد كده أنا أخدت أخدت ضربة كانت مش قادر أخد منها نفسي كنت تعبانة قوي فجي المنتخب كله وقاعد يشجعني يقول لي لا يلا يا لولو قومي كملي ومعرفش إيه عرف حيك فيلم حلم العمر بتاعنا ده لا لا ما وقع في الأرض ما كانش هيكمل أنا فعلا الموقف ده حصل لي ولولا المنتخب أنا ما كنتش هبقادر أن أنا قوم أكمل وعمل فأنا بشكر زمايلي على حاجة زي كده بجد طبعا أنا برضو بنحب نشكر كابتني ومدربي كابتن شريف طبعا كابتن شريف عمد النبي ده مدربي في المنتخب ومدربي برضوك في النادي وأنا برضو كابتن بتاعفي ومنتخب وكابتن بتاعفي في النادي كابتني طبعا كابتن إسلام جابر كابتن محمد صلاح طبعا بشكر برضوك قبل أي حد طبعا والدي والدتي طبعا تابع معي جامد أوي في البطولة وبرى البطولة ودوقتات السنة اللي فاتت برضوك كان صعب علي اللي أنا راجع برضوك من برة مصر استقبلتم يعني ما كنتش راجع بولا مديلة كانت كاسل عالم دي كانت فيها مسابقة واحدة كنت حظل بأحباط طبعا 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 اتغلبت على ده الحمد لله يعني نزلت اتمرنت من تاني يوم على طول نزلت اتمرنت كابتن شريف طبعا واقف قصادي قال لي هتكمل وإذن الله هتجيبي الدهب وبردو كنا كنت بلعب طبعا هو كان بقت معاي في الفندق قال لي مثلا نحن بنلعب مثلا على أربعة أيام قال لي انت ان شاء الله هتنزل وتجيب أول ان شاء الله لأ الدهب جاية بإذن الله كان عنده أمل لنا هجيبي الدهب بس الحمد لله يا ربنا يعني ما وفقنيش لنا هجيبي الدهب المراتي بس ان شاء الله بتوليك كاسل العالم الجاية ان شاء الله في بولندا ان شاء الله هرجع بالدهب بإذن الله